اشتركوا في القناة السلام عليكم تكلمت عليها على وجهات الناظر واختلاف وجهات الناظر بالنسبة للإنسان هل المكان اللي يكون فيه ولا البلاد اللي يكون فيها ولا الظروف الصعبة اللي يكون عايش فيها هي العامل الأساسي اللي كونها إنسان ناجح أو فاشل ولا لا ولا إنسان الناجح يقدر يكون تقدر تحطها في أي بيئة في أي ظروف صعبة وينجح هذا هو كان الموضوع وكانت واحد الأخت اللي قالت لي باللي الحل سياسي يجب نقوم بالطورة ولازم أنا قلت له باللي إنسان لازم يقوم بالطورة مع نفسها على نفسه صحيح خطاش المنطقي يقول باللي إنسان لما يقدرش يغير من نفسه ما يقدرش حتى يغير في الأختاعة ولا الصديقتاعة ولا المحيطة تاعة إلي خاتش المثال العربي يقول لك فاقدوا شيء لا يعطيه لا يعطيه النقطة اللي الناس يجهلوها إننا إحنا يا كشباب إلينا مرناش مطالبين لتغيير أشياء خارجنا خارج طاقة خارج طاقة تاعنا أيضا إحنا ما نتقدروا لها شيئا أحكيلي 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 أنا أعجبتني أحدا بونا نحو الواضر نبش تشوفونا منيك ني احتراما لكم الفيديو هذك اللي شفته هنا عجبني بزاف بسكو فيه واحد الكلام كنت دايما نقولونهم وراني حبك ثانت أحكي لهم بسكو أحكي لهم وش كنت تدير في الجزائر قبل ما تجيهنا بسكو هذيك الطفلة ظنت بلي بسكو طونا وبيل وكده عمبالها تارك كما يقولون الله ببالفيت نوت تلقى ألفين دولار تحت المخدة دايما انتا قبل ما تجي لهنا يو وش كنت تدير في الجزائر في الجزائر كنت كنت وصلت للترمينال ياك ما تديتش الباك تاعي صح ماشي الشرط وانا ما بغيش نقرأ بس كنت نشوف بلي الحل مش يقرأي كنت غالط على كل حل فهمت؟ أنا راني على الـ self education هذا موضوع أخر الإنسان يكون عصامي أنا إنسان عصامي فهمت؟ العصامي هو اللي يدير كل حاجة بنفسه وش كنت تدير في الجزائر؟ في الجزائر قلت أنا يا شاندي شاندي قلت ندير مشروع قلت عندما قلت لما ما أخ بغي ندير واحد مشروع صغير وما أنا أستادا وربيا بتاع أجلال يعني تقوم بالمصراح وبهدي وانا في الحقيقة في السن المراهقة سن المراهقة كنت ندير كنت أنا كنت مولوع بالشعر وبالفن كنت نشوف روحي باللي غادي نبدل الواقع التاعي من خلال الفن بساح من بعدها ظروف الحياة أحبطتني ولاشيت لا أفر كي ما حد بعدها قلت أنا يا الحل هو الدرام كي غادي ندير وندخل الدرام ما كنتش نشوف روحي أنني نكون أجل سيكوريتي ما كنتش نشوف روحي أنني غادي نعمل في مؤسسة وطنية ما أحترامي لقاء سمح لي أنت كي قلت كي قلت كي قلت ظروف الحياة هي اللي لي أحبطتك أحبطتك عن 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 إكمال في الشعر والفن كده محاس أم لم تحبطك أنك تدير دراحة لا 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 أحبطتني في كل في جميع المجالات وكنت حاسم الشي اللي رام حاسبينه أخوتي دراوك على بيهاران يباغيهم صح صح ما كنت تفمه وأنا كنت تفمه ثاني أنا كنت نخمه كي ما هو ما كأراهم يخموا صح ومن بعدها اكتشفت باللي قلت أنا الحل هو الدراهم وكيفاش ندير الدراهم خاصة أن نروح نسعى أنا ما كاش عندي أفكار ما كاش عندي آنفق ما كاش عندي مستوى اللي يخليني ندير شيء كبير كان عندي زعمار شي قلت أنا سقسيت واحدة لأخويا رأني بغير روح بغير نبيع الفاكرة مثلا كيفاش نبدأ مش هي مثلا هذا هو الصح وش كنت مشتبه نعم 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 بغير نبيع رح تمعاه أولي كيفاش نشريت شينا كيفاش هالي رح تشلو هاليا طعوني أول خطرة شريت شي ج كانت خمسقناطير تحت شينا صحي شريت خمسقناطير تحت شينا هذا ما كان 3 ملايين صحة شادرت اقدب دكت شينا وانس كانوا في 4 ميادة طلعت طلعت دكت شينا لمدة 4 ميادة وقعدا تحت الخمساة باش طلحت ها تيلفوك شريت كاروزة وشريت طابلا هاكو كلشي والأم تايي كانت شي الام وكانت هذيك الطاقة هذيك شعلة باش اننا هكا نخرش برار كبرت وحدي في الضار كبرت مقلش كبرت وفن والبلاثة اللي نسكن فيها زي ما نبنت لهم شبالي ياسين غادي مشي ديك الراجل قاوي اللي راح بغي يخدم ويعمل بي جدا فهمت؟ صح وبعدها بديت بديت نخدم بشوية 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 وبعدها لقيت بعض الصعوبات مع الشرطة فهمت؟ ما كنت أخدم مسافنا؟ كنت نبكر خمسة عصباح نروح للكرما نسي عارف الكرما نقعد من الخمسة عصباحة لعشرة عصباح وانا نشري في صوالحي بس كما كاش عندي الخبرة الخافية فهمت؟ ومن العشرة عصباح نولي الحداعش نولي الحداعش نحط صوالحي نقولوا حنا يحدد 2 مائلز هكا نحط صوالحي عند دارنا ونرفض الكاروسة تاي وندمر صوالحي ساعة ثم 12 نكون في البلاسة اللي نخدم فيها ونقعد نستف صوالحي ما 12 حتى 3 تحشية ونقابل ثلاثة حشية 12 تعليل لما جاء عندي 11 تعليل تقعد مريحة معي برا توني سنيكي ما احنا نقولوا ومن بعد نعاود نلمس والحين نكمل الوحدة هكا وغضوة ان شاء الله ثاني لازم من نوت 6 أصبح وأقوم بنفسي سبعة أيام مدة 3 أو 4 أشهر يمك يمك ما قري كانت قارية وقراءة وكذا هذا المصطلح انت انسان قاري كان غير في الجزائر المعنى انت قاري لي جايب الباك ورايح للجميع هذك هو القاري معناها لي مشي جايب الباك مشي قاري في المصطلح الجزائري وهذا خطأ كبير يما كنت تجي معك وتريح معك ومدعمتك وماقريتا ومدعمتني وتقولي باللي ياسين غادي تكون راجل العظيم كانت هي الدافع اللي خلاني انا نوصل ويكون عندي آفاق كبيرة دايما نحس باللي قادي نقدر نغير الواقع نقدر نولي إنسان غاني سبحان الله وقد نقدر نكون إنسان مؤثر نقدر لك باللي المشكلة تانية مشكلة عويصة معنا اكا 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 انا واجهت مني يكون المحيط كله فاشل صح ومش يغير كله فاشل كله يروج الفاشل يروج الفاشل بسرح انتايا هذيك الكلمات على الأمة تاعك كانت هيك شغل الثروة تاعك قلت واحدة الكلمة مليحة بزاف أنه أنه ما نلقوش اللوم على الآخرين نعم هذي هي القاعدة القاعدة الأولى اللي اللي تنقذك من أي مشكلة راي عندك الآن أي مشكلة هذي 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 هي القاعدة الأساسية للناجح جي عند روحك تقول شوف أنا عندي مشكلة ومشكلة الشباب شوولا مشكلة الشباب خدمه خدمه مشكلة الشباب درام مشكلة الشباب مرأة بار و لوتو هذا مكهن ويبغي يحوث بغي يعيش غاية بغي منها صحة أدروك هذي مشكلة تاعي أنا أنا الحل مش ما مش بويا مش المجتمع مش الدولة خاتش الناس رهم يقولوا بلي يحصلوا فالناس خاتش سهلة خاتش نحن 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 ناحية بعد ام ان تقول مشكيه اتوله نيو كيفاش مشكلة اي أنا متالا الناس النشحين في العالم ما هوا هما نش حين الناس النشحين مازي انسان لديها هذا مستوى اخر نش نش حين نش نش حين هما اللي مشقول بازاي بدي يا قويام سبا او يسوني يعني المتبهان بالنسبة لي اقول شو نش نش حين نش حين هما اللي قراءو النجاح طبعا اذا اتم احساب ساعدني اذا اريد ان اتأم الان اذا ارد احساب ساعدني اعطي دنيا إن يريد أن تكون جيداً، تتعلم من عنده على هذا السيد صحي، أتعلم من عنده نحن لا، نحن و السلف ادوكيشن هي المشكلة سلف ادوكيشن تعليم النفسي، أنك تعلم روحك بروحك نحن عدنا في الجزير، إنسان اللي حبس مقراش يقول لك هاداك من شي قاري يدير حرفه مع البالهنج بللي مول الحرفة خص يكون قاري سعب لي ومع البالهنج بللي القاري خص يكون عنده حرفه صح، هذه دائما نقولها لهم مليح أنك يلو كان تكون قاري مليح باش تنجح في ريبلاد، تتعلم حرفه تخدم سباك، تخدم نجار، تخدم بلومبي، تخدم حفف هادو منهارك هنا بالإنجليزيات، واللي تخدم، واللي تدير في دراعان بالحرفة تاعة وهادي غادي تكون لك سمح لي كلامك بي مثلا إنسان بغي يوصل مستوى عالي جداً هادي غي مرحالة، هادي غي خطوة هادي غي خطوة هادي غي خطوة، هادي غي خطوة أهم مرئي هو، هو شيء وهمي المود، مثلاً شيء معناوي هذا المود ميلغش ان يسيطر ليه، ميلغش يخسر ليه البرنامجتك اليومي تاعي خاتش الناس رام حاسبين بللي كما انت يامين كنت تروح تدير كمال أجسام حاسبين بللي جاورة النهارات تروح عندك طاقة خطوة كبيرة كيف أنت تروح وكارك تحوز ثغل وانت تكمل الغاية، الغاية من الشارج تتحو لا من الكلامي معك انا جد ومفتخر انني بيحضر يتكلم معاك وانا كنت لك كجزائري قبل قايا ما ندير فيديو لها كنت مين كنت نشوفك كنت تعطيني ذكر إيجابية كنت نقول نقول غادي او ويكاش لنهار تلقى معها بيحضرنا صدفة كنت نقول كاش لنهار تلقى بي محل بنيك غير ما يعرف بنيك كاش لنتلقى معلوتا اللقمان ويقول لها بللي اللقمان متائة انسپيريشن بإنسبالية وشاكتشفت بالليقعة تقول اه لقمان تانية عندها نسف مشاكل تاعي نفس مشاكل تاعي ثم العبسة العبسة في انا انا يجب ان نغير روحي كان الفرق ما بين افريج بيبو حتى في الماري كان كان افريج بيبو وكان سبيش بيبو والناس الامريكان يقول لك افريج برسن كانت مايكت الرجل العادي الانسان عادي مايقدرش يوصل ماينجرش تعيش افريج تعيش كما الناس العاديين كما الناس العاديين بالنسبة لي ماشي النجاح هو المهم كما اقول لكم مرة لي فادت طريقة النجاح وشراك البروسيس هذك ولي يبنينك الشخصية تاعك هذك ولي هذك ولي يكون لك كما اقول لك يخلي عندك قيصص شابات حكيهم في المستقبل يخلي ماشي النجاح بحد ذاته كما اقول لكم ديك نهار اللي يلعبوا فلاكوب دي موند ولا اللي يرفضوا تروفي ما رحش يحكي لك على اوه كيف نفدنا تروفي صدقوني بالله وين ما يكون ينجح سبحان الله انا ماذابية ماذابية خالتي لم يشوفوا فينا ذوكا اليوم في الجزائر شخول ناطيك شو حنا هكذا صحنا في الكورونا وكذا منا معلي شخول دك ممكرنا في الكورونا هذا الوقت وش ادير خطط اكتب دير مور الكورونا وش ادير وبدأ تقرح المجالك بلا تنجح فيه وبدأ تقرح المجالك تنجح فيه سبحان الله عندك تليفون وعندك انترنت اراك شمبيون وكسيم بلا غيرك شمبيون تقدر تدير بزاف حاجة تقدر توصل الوينر لك حاجة والاشياء اللي غير حياتي الفلسفة اللي غيرت حياتي هي الانسان لا يتمنى ظروفا اسهل بل يكون هو الاقوى صح اتفق معاك تتفق معاك ان الجزائر شوف احنا من كدبوش على روح جزائر فيها صعوبات انتايا ما ركش اقوى من تلك الظروف الانسان اللي يروح يتعلم حرفه ولا انسان طبيب مثلا ومطركين احنا قدنا اخوة احنا شباب تحنا شباب مبادئة عندهم طاقة قاع شابين قاع متقفين قاع يعرفوا بصحة هذه الطاقة تحهم رايحة رايحة صوالح السلبيين واحنا يا احنا يا اخوتي لازم نرفضو بعضنا بعد انا عارفين البلد كدت مشاوة جزائرين متفقين عليها متفقين على الفاساد متفقين على الخيانة متفقين شو الحل بحل انك اي قاعشة قاعي كل هوي عاون روحة نتدمرو بعضنا بعد ونطورو من فوسنا ونتعلمو حرفة وخدمو وزيارو هذا كل الالم هذا غير حاجة حاجة وقت بالله عليكم المشاهدين اللي يبغوا لقمان بالله عليكم ونسأل كل واحد فيكم دروق بالواحد هل انت في الاسرة تاعك ولا في الحومة اللي تكن فيها ولا بلد اللي تكن فيها ما عندكش مثال انسان كان عنده حرفة كان محطم كان عنده حرفة خدم بيجهدو ما نجحش انسان كان يقرأ خدم بيجهدو ما نجحش انسان تعدى بحق روحة داروا له وقعد ما هو ما نجحش صح ومشكله تهجاه직 ومشكله تق Ber�� الصبر على ذلك ليم سهول سهلة اجدتتكي تكون انسان فاشد سهل بسهلى بسهول شجر وفكر مغبول لديك انسان تعدى صعيب بزاد تقول انك انسان عندك موتيفاشن عندك تتحدث صعب صعيب بزاد تقول انك انسان سعيد صعيب صعيب هذا الشيء اللي جيت انا ولقمان انقوله لكم صح هذا مكان والله اغرى هذا مكان وبغيت اخوتي و اخواني احنا انا راني الفرق شتانة 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 هي باللغة العربية يقول لك الفرق بين انسان يبغي الخير خوتها قال لك رسول السلام لن يؤمن احدكم حتى يحب لأقيهم يحب لنفسهم انسان يجاي عندك وراه بغيك تنجح وراه يقول لك انت انسان عندك قدورات وانت انسان جاميل وانت انسان عندك غي غي ضروفك راهي سعيبة تقدر تغلب على هالضروف ولا انسان يقول لك تا ما ركش غاية وراك محقور تحب انت واحد اللي تروح تحكيله وتقول وراني مدمر وكذا ومعده هو يقول لك اه ولا غر ما منايا وراك تشوف ولا تحب واحد اللي يقول لك معليش مصبر وجاهد شفتوا الفيديو كيفاش بده بده ضاوي 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 بعد الظلمة بس كل طاحت الظلمة مهم قد احنا نصبر لكم نوريكم بالغرب مهم هذه اوش حبي تنادر كانت عنده شحنة هكذا من الطاقة الايجابية اقدرنا وان شاء الله يكونوا وصلنا لكم الميساج يعني يكونوا وصلنا لكم الميساج انك ما تقدر تدير تقدر تنجح تقدر تكون غاني تقدر تكون غاني تتصوبي روحك تقدر تكون رياضي تقدر تدير ولا رك باغي تجيل الماليكة لو تروح للغربة هي الظروف لتسمح لك انك تروح تمك على الاقل تكون واجد صح صح باش يكونوا فقاراء واحنا احنا الامة تاعنا مشي امة تاع شهل مشي امة تاع تاع وهن مشي امة احنا امة تاع قوة امة تاع شعبك الناس هدول يقدر لك يقرر بي في قلبك بكري السحابة كان عندها بيساس قدنا هك كان يغلبهم قاء يرح للروم يغلبهم قاء احنا امة امة عدنا قوة عدنا ركفان ثم كشباب خصك تبرهن للناس لما يقولوا لك باللي ما قدش توصل هذا هو المشكل والسلف ديفلوفمنت هو لازم السلف ديفلوفمنت السلف ديفلوفمنت هي تطوير الذات تقرب عروحك تطور من نفسك اخوتي اللي رهمناش حين دروح خشكين بزاغ يتبع كيلي عندي حانوت كيلي سودير كيلي بوشي كيلي بيع القشكين والله العادة انتم فخرة الجزائر ونفتخر بكم وانا بغينكم تروحوا هادك صاحبك لعندك صاحبك مسكين معي يديروه ولو في حياته والريلة فهمه باللي العامل الجاد يعطيك نتيجة في المستقبل ربي احفظكم اخوتي اخويا لقمان انا جدو سعيد الله عربي يحظ ان شاء الله ميكوش الاخير وكيما يقولوا قاعد الناس مرحبا بها يعني قتلو حب قتلو قتلو لازم يفتح قناة في اليوتيوب مهما نزيدو انت افتح غالط عندي واحدة بصعب بغيت ندير واحدة منشعب لغيره وانا ندير اخت اخرى خلاص هو مازال مفتحش واحدة بصع نور موضوك يفتح واذا قبل من حطنا الفيديو هذا اياه احطنا نخليها لكم هنا اياه اتبعوه كامل وكيما اقولوا ابوني وعندو هكذا اياه باش يفيدكم هو تهي ففي عم الفكر الانجابي في وسط الشاباب الجزائي اياه اوصل اتعب معروحك وحاول انك تبدل مجهود وحاول انك تبعد على اي واحد يجيب لك السلبية في حياتك واذا عندك اي امسان شوفوا بلي ناجح ولا دار بيزنس والناس اللي عندهم كيما اقولوا مشاريع هكذا صغيرة او كذا من اياه من نصيحة اطيلو اطيلهم و اي واحد اطيلو و كيما اقولوا معلومة واي اطيلو فكرة هي ان هو رزق على ربي ما تخوش انا اطيل معلومة هذه اا اا مارحش ان ربي افتحي والله ربي يفتح لك كيتمد 돌خبرة متاعك الناس واحد اخرين تعلمهم وان شاء الله ربي يوفق كل واحدة ومرкус المعلا اوه اه كونوا متميزين كونوا ناجحين واربي يخVك بأistling كان ان يا اخو يا ياسين معكم لقمان اذا ما ركش مشترك في القناة هدية اشترك وفعل جد والدة الجرس يا بصبوز يا كربو اعمل لايك في الفيديو هذا يقبل ما يخلص باش يشوفوه ناس بزاف احد اخرين وديروا في الفيسبوك تاعك اشاركوا معنا الاسدقاء تاعك في الفيسبوك ربي يحفظكم طالب في روحتيكم تحياتي السلام عليكم صلو على رسول الله